النهاردة رئيس السيسي حكى الحكاية تماما بحقائق كتيرة جدا وانا شايفة انه مش بس دور التربية والتعليم انها تحطها في المناهج بقى دور الاسرة كلنا فاكرين انا شخصيا فاكرة كويس قوي وفاكرة كويس قوي لان كنت قريبة سكنة في منطقة من التجوال يعني من المناطق اللي بيتجولوا فيها رايحين الى مدان التحرير وفاكرة كويس قوي ان احنا في عدد كبير من المصريين ما كانش فاهم اللي بيحصل اه في شباب براءة وطهارة والناس بتتحرك ولكن كمان ما كناش فاهمين اللي بيحصل اللي حصل من الاخوان محدش ممكن ينساه انا كاعلامية مش ممكن انساه مش قادرة انسى انا كنت بشتغل في احدى المحطات وكنت موجودة في مدينة الانتاج وفاكرة كويس قوي ازاي كنا بنط من عصور عشان كانوا واقفين قدام المدينة مش بنسى ابدا لما كنت اقف كده واشوف واقول مين دول؟ مين دول؟ دول مين؟ مين في مصر؟ وإن اللي حصل لبلدنا؟ بس الواحد كان عنده جرأة عمري ما كنت بخاف وكت بنزل في الحظر وكت بنزل في الوقت انه البلد الناس كلها في البيوت بس احنا علينا نروح للستوديوهات والواحد كان حاسس انه سلاحه في صوته وفي رأيه وان احنا واقفين برضو علشان الناس اللي في البيوت يبقى عندهم نوع من الطمأنينة بس تخيل انت لما تبقى موجود في الستوديو وانت واحد واقفلك على باب المدينة وواحد انت مش عارفه لا في لبسه ولا اداءه ولا شكله وطبعا لما كانوا بيشوفونا كان بيبقى عندهم نوع من انواع الهلاء شتائم وقزائر واشياء كتيرة مش ممكن ننسى فنقول الحقيقة خلينا نقول كل الحقاية الحقاية لازم تتعرف ولازم تتقال ولازم الناس تبقى عارفها ونفضل نقولها طول الوقت لانه اللي حصل النهاردة الشهداء اللي دفعوا التمن محتاجين قدامهم تبقى الحقاية واضحة كمان طول الوقت سيد رئيس النهاردة شهد الافتتاح صباح اليوم في فعاليات الندوة التسقفية رقم 37 للقوات المسلحة وطبعا ده بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد اللي بيوافق يوم 9 مارس وايضا المحارب القديم اللي مش ممكن أبدا مصر مش ممكن تنسى شهداء قديم سنين مش ممكن تنسى اللي دافع عن أرضها وطبعا الاحتفال كان موجود هذا الصباح والاحتفالية كانت في إطار الاحتفالات مصر وقوات المسلحة زي ما قلنا بيوم الشهيد اللي بيوافق كمان ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنع مرياض خلال الاحتفالية أكد سيد الرئيس أن مصر لم ولن تنسى أي شهيد قدم روحه فداء للوطن وخير مثال على ذلك هو الاحتفالية اللي شفناها النهاردة وأيضا الاحتفالية بذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنع مرياض واللي استشهد سنة 69 وكان وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف في التاريخ مش ممكن ننسى ولا ننسى هذه الموقع أبداً تعالوا الآن نبدأ ونسمع جزء من كلمة السيد الرئيس تفضلوا أنا عايز أقولك بقى مش بس الجيش اللي ما بينساش لا كل المصريين وبيبقى اليوم ده نحن نتكلم فيه النهاردة على استشهاد الفريق عبد المنع من حوالي يعني أكتر من خمسين سنة ما ننساهوش ومش حننساه ومش حننسى كل شهيد كل شهيد وكل مصاب حتى قدم حتة من جسمه لجل البلد دي تبقى بلد في أمان وسلام وأنا عايز أقول وإحنا بنقول الكلام ده من كذا سنة كان يقولك هو معقول هو إحنا حنقدر نقدر على الإرهاب ده إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبنائكم وأبناء أسر كتير أخرى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اتحقق الحلم ده بفضل الأرواح دي وبفضلكم أنتو كأسر مصرية طيبة وبسيطة ربت ولدها وقدمتهم التمن واللي ما ننسوش حقيقي هو أن إحنا نخلي بالنا من البلد ديت وأن الكلام ده ما يتكررش فينا تاني والخرابة اللي كان ممكن مصر تشوفه خلال العشر سنين اللي فاتوا ما يتكررش تاني بمين مش بقى بالجيش والشرطة بكل المصريين قبل كل شيء وفوق ده كله ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا زي ما استمعتهم فعلا بلدنا الإرهاب يعني مش ممكن كان هيكمل لأنه البلد كلها على قلب رجل واحد وكلنا شفنا إزاي المصريين ومش ممكن ننسى أبدا الأيام اللي كانوا المصريين كمان عايشين في الشارع الناس كانت موجودة في الشارع عشان تبقى جنب الأبطال شرطة أو جيش عشان يدفعوا عن البلد دي